اشتركوا في القناة طبعا كالمعتاد اللي حاب يروح يسمع برجه يمشي في الشريط ويسمع برجه بيلاقي فيه زي اشارة بتدل على البرج فبيسمع برجه وباخد حاجته اللي حاب يكمل معنا موضوعنا اليوم شوي هيك غريب وشيق في نفس اللحظة اه كمان اللي بده يسمع برجه او توقعاته لشهر اتنين هي كاملة موجودة على القناة بفتح صندوق الوصف تحت بيلاقي اه في اشارة او في الفيديو لينك للفيديو تاع برجه موجود اه كمان اللي بسأل عن طريقة التواصل معي وكيف ممكن يبعث لي استشارة على الخاص اه انا حاط برضو في صندوق الوصف اه الفيسبوك اه هو اسهل شيء انه يبعث رسالة على الفيسبوك على البيج اه الخاصة فيه وانا ان شاء الله اه رح اشوف رسالته هاي ممكن مش اليوم ممكن مش بكرة ولكن بالارجحني انا بس اشوفها رح ارد عليه اه ان شاء الله تعالى واللي ما عنده فيسبوك اه طبعا انا ضعيف على على برامج التواصل الاجتماعي اه ممكن يبعث لي على الانستجرام ولكن رح يطور ردي عليه لاني مش كثير بدخل على الانستجرام مش كثير فعال عليه ولكن انه كل فترة بدخل بشوف شو في رسائل انا وبجاوب عليها بالنسبة لموضوع اليوم هو يعن اه توأم الروح او الشخص اللي توأمي في الحياة اه اه او الطاقة المتوازنة في الحياة بين وبين شخص اخر هذا الموضوع كثير صار في نوع من انواع برضو اللغط كثير ناس استغلتوا بس لاجل انها هي تعمل فيديوهات بدون ما يكون هذا الامر معروف ولكن انا رح اجاوبكو عليه بكل بساطة اه والكل يفهم هاي المسألة ايش هي كل انسان موجود على هاي الارض ربنا خلقه اه في كيميا فلكية احنا منسميها الكيميا الفلكية هاي او المعادلة الفلكية هاي بتجعل اشخاص معينين انهم يتشابهوا بنفس الفكر وبنفس التصرفات وبنفس الامور ممكن يكون في اختلاف بالطباع ولكن هم متوازنين ممكن يكونوا هذا نقيد لهذا الشخص يعني هذا اقصى اليمين وهذا اقصى الشمال ولكن هم متفاهمين ومنسجمين وعادة هاي الامور او هاي الشخصية ما بتدل على شخص انه يعني ممكن يصير ارتباط ما بينهم او زواج ما بينهم عادة هاي بتكون بين اتنين بكونوا هم بمرتبة الاصدقاء اه زي ما بيحكوها كيف عدو اللدود فهذا صديقك اللدود الشخص اللي انت ممكن تفضفضله وتقتمنه ويجاوبك وما يجاملك وفي نفس اللحظة ان احتجته بكون موجود جنبك وبتشوف نفسك فيه كأنه هو مرآة حقيقتك ما فيه اي حواجز ما فيه اي شيء بمنع انه يكون هذا الشخص يكون نقيد لالك صحيح انه بتختلف من شخص لشخص وطريقتها والمميز والمحظوظ جدا هو اللي بيلاقي الشخص اللي يتشابه بالشكل الكامل في المعادلة هاي مع هذا الشخص هذا الشخص بيكون له ما الو اي مآرب في الحياة بتنقضي او بتنقتل الشهو الجنسية في مجرد لقاء الطرفين يعني اذا كانوا الطرفين هذولا ذكروا انثى تلقائيا اول امر بنقتل ما بينهم انه اثنين ما بيفكروا في بعض جنسيا هاي عشان انا اختصر لكم المسألة بصير التفكير بس مجرد انه هم اثنين يوعدوا مع بعض يفضفضوا لبعض ينصحوا بعض يشوروا ع بعض يتطاوشوا مع بعض ولكن في النهاية بتكون النصائح للطرفين في مكانها هاد بعلم هاد وهاد بعلم هاد هاد بغير من صفته اذا كان سلبي بيصير ينشحن بطاقة ايجابية اللي يتحول لايجابي والايجابي بيعرف معلومات اكبر عن السلبيين عشان يطور ويتنور في الحياة هاي بشكل اكبر هذا الباب في كثير ناس دخلت عليه على اساس انها تروج لانفسها انه هم عندهم الطاقة اللي بيقدروا يعززوا طاقتهم فيها ويصيروا هم مرآة اي شخص في هاي الحياة وهذا غلط ما في شخص بيمتلك هذه القدرة الا شخص واحد فقط لا غير هو الشخص اللي بيكون عنده قدرة ملائكية او قدرة الهية ربنا بيضعها في هذا الشخص انه يكون هو بئر مساعد للجميع بشتى الطوائف والفئات والملل بمين ما كانوا وكيف ما كانوا ما بياخذ مقابل نتيجة مساعدتهم وما بيستنى منهم لا شكر ولا اي شيء هو بيدخل في حياتهم فجأة بيعالج كل الامور فجأة بيساعدهم بكل شيء فجأة بعدين بيختفي من حياتهم فجأة هذا الشخص وظيفته في الحياة انه يكون هيك ربنا خلقوا ووكلوا بهاي المهمة كيف وكلوا كيف اعطاء المهمة هاي باب يمكن بدي عشرين حلقة وانا اشرح فيها هدولا الاشخاص مين هم فعشان هيك باختصرها باختصار هم هدولا ورد في ذكرهم في آية في القرآن اسمهم والمدبرات امرا والتاليات ذكرا هدولا اشخاص هم مدبرين ربنا يجعلهم في الارض عندهم قدرة معينة لتدبير الامور وتيسير الامور وتسخير الامور لمساعدة الناس ما بيكون عندهم اي مطامع شخصية لا مادية ولا جسدية ولا نفسية ولا اي شيء هدول هيك صفتهم واللي بيجي بقولك انا عندي هاي الصفة هو كذاب قبل ما يبيرهن لك او يبين لك لانه هذا الشخص بيظهر بحياتك بدون ما يحكي عن حاله ولا يبين حاله ولا يشرح عن حاله ولا يفسر لك ولا يترجم لك فجأة بتلاقي جاذبية الدنيا كلها بتتهيأ لوجود هذا الشخص انت بتستقبل هذا الشخص بكل صدر رحب تشعر انه هذا الشخص انت عايش معاه في ازمن قديمة او في حياة قديمة وهذا طبعا مش موجود حياتنا هي الحياة وحدة ولكن الروح عندك انت نفسها هي اللي عايشت تروحه هي اللي تعلمه فعشان هيك بتعطيك القابلية للتواصل مع هذا الشخص كأنك انت عايش معاه لك الاف السنين هدول الاشخاص مجرد ما انك تتطلع في وجهه ان كان في صورة وان كان في مجرد حوار او في لقاء مجرد ما تشوفه بتقول له انا شايفك وقاعد معك وعارفك وكأنه في حياة بينه وبينك وكأنه في تعامل قديم بينه وبينك بس انا مش متذكر وين انت من النوع المألوف انت ان وجدت في حياتي انا شفتك في احلامي انا شفتك في رؤى ما بعرف هي صحيحة ولا مش صحيحة بالهيئة هاي ولا مش بالهيئة هاي هاي تكوينة هذا الشخص هاي تمهيد لوجود هذا الشخص في حياتك رسالة ربانية لإلك انه هذا الشخص في يوم من الايام رح يتواجد في حياتك وعند ظهور هذا الشخص بظهر لمسألة معينة لشيء معين بساعدك فيه بنقذك فيه بعلمك فيه بكون ذراع لا إلك بكون سند لا إلك وممكن انه ربنا يكون كاتب هذا بمدة او بوقت محدود بعدها باختفي من حياتك وممكن انه يظل فيه تواصل ما بينك وبين هذا الشخص ولكن تتباعد ما بين كل مسافات لانه الشرط الاساسي انه لمرحلة معينة وهاي المسافات تبتعد ما بيكون فيه اي شيء مقابل لاي شيء هو بيقدمه ممكن انت حتى يكون من الاشياء اللي ممكن تذهلك في هذا الموضوع انه لو انت اجيت في يوم من الايام عزمته على سندويشة مثلا وقلت له انا بدي اعزمك على سندويشة يقول لك انا مش جوعا يعني يرفض اي امر فيه نوع من انواع المقابل فعشان هيك هذه المسألة في كثير ناس صاروا يشرحوا فيها ويتعمقوا فيها ويتفلسفوا فيها وهم اساسا جهل فيها ما بفهموا ايش معناها هدولا ربنا بسخرهم عباد صالحين لخدمة الناس لخدمة البشر بدون اي مقابل مقابل الوحيد بكون انه هو ينجز مهمته وينهيها وينسحب وهذا الامر بكون هيك هو ادى الامانة اللي هي موجودة في عنقه لا بيكون هذا الشخص لا بظهر لك هو من اي طائفة ولا هو من وين اجا ولا هو بيتبع اي مذهب ولا الو علاقة بكل هاي الامور انسان محايد لكل شيء يجمع كل شيء حتى لو ناقشته في الدين المسيحي رح يجاوبك لو سألته في اي دياني موجودة على الارض تشعر كأنه هذا الشخص يعتنقها هو انسان رباني مع الله فقط لا غير هيك بكون انا اعطيتكم نبذي عن هذا الموضوع صحيح انا تشعبت لأكثر من نقطة ولكن لو اجيت وراجعت الكلام من اوله ودمجته في بعض تجدوا انه كله مترابط في بعض بدل على شخصية واحدة هو مين المقصود فيه باللغة العصرية الجديدة توقم الروح وصلت كل معلومة نروح على توقعاتنا لانه اليوم توقعاتنا تختلف عن توقعات اي يوم السبب انه في ناس كثير قاعد يقولوا انت نفس الحكي كل شهر بنعاد نفسه هو 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 وتبعين الابراج ما عندهم مش قدرة على انهم يبتكروا لا اليوم انا طبعا هذا الاشي ما رح يتكرر الا اذا دعت الحاجل الو عادة احنا لما بنتوقع لشخص معين لما بيحكي معنا على مسألة معينة بنعتمد على هذه التوقعات ولكن اعداد هذه التوقعات عشان انا اعدها واطلع فيها بحلقة بتوخذ معي شغل طويل يعني انا فرغت حالي مش اقل من ست ساعات وانا احسب خارطات فلكية لكل برج عشان اضنى اعطيك اليوم توقعات اسمها التوقعات الشاملة عشان تعرفوا ايش الامكانيات اللي ممكن احنا نوصل لها من خلال قراءة الخارطة الفلكية فانا لما باجي بعطيك بالمختصر بالتوقعات فهو هذا المختصر لو اجيت اتماعنت فيه تجد انه انا اعطيتك مختصر مفيد ومهم خلينا نشوف احنا توقعاتنا لهذا اليوم نبدأ اول شيء كالمعتاد في حركة الكواكب لهذا اليوم طبعا من نسبة للقمر حكينا انه موجود في برج الثور اليوم رح يكون موجود في منزلة الدبران منزلة الدبران حكينا هاي منزلة سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء فيها باي شيء جديد طبعا تأثير القمر لما بكون موجود في الثور برضو حكيناها بالامس انه نشعر انه احنا شوي منكون حذرين الزيادة من ميلة المحافظة على منتلكاتنا قلما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وانه ما نفكر باقتراض المال لا من مصرف ولا من صديق في هاي الفترة بوجود القمر بالثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار يمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة تلفزيون مثلا او فيلم او شيئا ما او تمسك كتاب تقرأ فيه بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل معنا هذا النهار اول زاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر والشمس وزاوية التربيع حكينا هاي زاوية سلبية رح تكون الزاوية هاي الساعة واحدة واحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيخلق هذا الاتصال عندنا نوع من انواع عدم الاستقرار يعني بمعنى اخر هو صراع بين المشاعر والفكر مع بعض ما بنعرف مين بتغلب هو مشاعرنا ولا فكرنا يعني بيكون في نوع من الخليط هذا الاشي بيعمل انعكاس سلبي على علاقتنا مع الاخرين طبعا اللي بيعانوا من زوائد بالشعر وحابين يتخلصوا منه هذا الاتصال السلبي بساعدهم لو عملوا عملية تخلص منه في هذا اليوم اما تجميلي او نزعه فهو بيبطئ من عملية النمو اما الزاوية الثانية اللي رح تتشكل هي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر والمشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 4 و 11 دقيقة بتوقيت جرينيتش صباحا منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا وزيادة من حاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني عمل انساني بمعنى اخر ممكن تلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية البطيئة جدا اللي رح تتشكل هي زاوية ايجابية بين الزهرة وبلوتو رح تكون الساعة 7 و 6 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بيخلق هذا جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابيا بحيث انها بتدعم وبتعزز اكثر واكثر نوعية العلاقة هاي اما من ناحية دولية اللي هو التأثيرات على الدول او على احداث عامة بتدل على وقوع تطور وتحول ايجابي في الانتاج الفني والموسيقي والانتاج الفني اللي بيحقق نجاح في هاي الفترة اللي هو الاشي الجديد يعني بيختلف تماما عن الاسليب المتداولة وممكن تظهر بعض الاشياء او الاعمال الفنية بجودة جديدة او بوجه جديد او شخص جديد يعني نوع من انواع التجديد بالاساليب حتى ممكن انه بعض الفنانين يغيروا من اسلوبهم من اسلوب لاسلوب جديد او اقاع جديد او نمط جديد من الغناء وحتى انه ممكن يغيروا من طريقة القاءهم وتقديمهم اتجاه الجماهير اما الزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية بين القمر ونبتون راح تكون الساعة عشرة وتسعة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني ظهرا نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز عنا الحس بالمسئولية وبتعزز الخيال الخاص بقوة الحدس وعلي اكثر المستفيدين هم من يعملون في مجالات ذات صلة بمجالات الفن والديكور والتجميل بكرة كمان راح نحكي عن انتقال عطارد لبرج الحوت وايش تأثيره على جميع الابراج بالنسبة للقمر وخلوه المسار القادم طبعا حكينا انه ما في خلوه مسار قادم انتقال القمر راح يكون للجوزاء في تمام الساعة 11 و 28 دقيقة بعد الظهر والسبب انه نقطة الخلوه المسار هي اقل من دقيقة فعشان هيك ما نحكي انه في خلوه مسار في هاي الفترة نحكي انه انتقال مباشر عمر القمر القمر طبعا صار مربع مع زاوية التربيع اللي صارت بين القمر والشمس عمره 8 ايام في الساعة 8 و 47 دقيقة صباحا بصير عمره 9 ايام نسبة الاضاءة للقمر هي 50% يعني نصف البدر تماما بالنسبة لمزاج الكواكب وتحركات الكواكب وطباعها الشمس في الدلو حتى 19 اثنين مزاجها ممتزج القمر في الثورة حتى 3 اثنين المزاج سعيد عطارد في الدلو لا بكرة اللي هو 3 اثنين وبعدين رح ينتقل للحوت بكرة رح نحكي عنه مزاجه سعيد الزهرة في الحوت حتى 7 اثنين المزاج سعيد المريخ في القوس حتى 16 اثنين المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 اثنين المزاج سعيد زحل في الجدي حتى 11 اثنين المزاج سعيد اورانوس في الثورة حتى 15 اثنين المزاج سعيد نبتون في الحوت حتى 23.6 المزاج سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25.6 المزاج سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتعالج استحقاق مالي وزيادة في المصاريف وصرف الأموال أهم شيء إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما أهم شيء إنها بتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ رغم إني بحذرك من العصبية وحدة الطباع واللي عنده حب للسفر أو غاي للسفر هذا يوم مناسب هذا يوم بيحمل في طياته السفر أو تنقلات أو امتحنات أو مقابلات ورح تكون موفقة الحظ والعاطفة بتلعب دور فعال هذا اليوم لدى البعض الوضع المهني بيكون جيد لكن على المستوى الشراكي بيكون في بعض الصعوبات منكم ممكن يكون على سفر أو يرغب في سفر أو تقديم معاملة سفر اليوم مناسب جدا منكم ممكن يكون عنده الكثير من التحركات الاجتماعية وتعزيز الصداقات ولكن بواجه بعض الصعوبة في حل مشاكل أو سوء تفاهم بنصح بعدم الدخول في مواجهات لأنه خصمك في الفترة هاي رح يكون أقوى منك واحذر ممن يتآمرون عليك في الخفاء لهذا يجب أن تراقب تصرفاتك بشكل جيد ولكي لا يسجل عليك أي موقف برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمق النشاط بادروا إلى خطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة أهم شيء أنك تتشجع لمواجهة واقع صعب بتمارس إرادة قوية في اندفاع وحماس بتنتصر على الكثير من الاعتبارات لكن لازم أني أنبهك من عصبيتك وتهورك بيعمك النشاط وبكون عندك الكثير من الاتصالات والتنقلات خلال هذا النهار أهم شيء أنك ما تعتمد كثير على الحضوض هذا اليوم أهم شيء أنك ما تنفعل في علاقاتك أو مع علاقاتك أو مع الأشخاص اللي أنت بتعرفهم وخاصة مع من تحب منكم ممكن يقدم على عمل أو اللي بيعمل بيكون فيه عنده نوع من أنواع النجاح وممكن يكون فيه عندك عمل جديد ومنكم بيكون عنده نوع من بعض المشاكل على المستوى الشراك المالية والعاطفية فيه نوع من الدعم بيجيكو إما على شكل دعم معنوي أو على شكل دعم مالي اللي عنده امتحان أو مقابلة أو سفر وحتى معاملة سفر بيبدع هذا اليوم وبحقق نتائج ممتازة حتى لو كانت محكمة بتكون كل القرارات في هاي المحكمة لصالحك ولكن بدك تحذر من العصبية والتهور أثناء الحديث فقد تسبب لنفسك الكثير من المشاكل من يعاني من أي أعراض صحية غير اعتيادية يجب عليه مراجعة الطبيب مرج الجوزاء يوم بتطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني وإنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون إهمال صحتك لا تتوقع على عقد ولا تبدأ بعمل جديد هاي فترة فارغة من الحضوظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء لا تقرر على شيء كي لا يخيب أملك من أسوأ أيام الشهر لأنه الغمر موجود في بيت متاعبك رغم أنه هناك بعض الحضوظ بتخفف عليك وبعض الأمور العاطفية اللي أيضا بتخفف الضغط والتوتر عليك وممكن يجيك بعض الدعم المعنوي أو المادي وممكن تحصل على هدية على مستوى الشراكة المالية والعاطفية الأمور جيدة وهادئة وممكن تحمل لك الفترة هاي نوع من أنواع السفر أو معاملة ولكن إنه لو كان عندك تقديم لجهة رسمية أو لسفارة بدك تتفقد جميع أوراقك رغم أنه يوجد في هذا النهار فرص لتقديم المعاملات وحتى القضايا القضائية ولكن ما تنسى أن القمر في بيت المتاعب بضعفك وبضعف من طاقتك لازم أنك تهتم براحتك وبصحتك برج السرطان تسعد في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرف معين أو بطلب معين لا تبقى وحيد الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك تفرح بدعم من جهة ما يعني حركة الفلك كاملة هيك تتحكي عن لقاءات وتعاون متبادل على مستوى التنقلات والسفر والمقابلات والامتحانات اليوم هذا جيد حتى على المستوى الدراسي كمان فلا مشاكل تذكر لكن بدك تنتبه من العصبية أثناء التعامل مع الشركاء في العمل وفي العاطفة وفي المنزل مع الأبناء والإخوة أو أحد الوالدين ومع من تحب عصبيتك في بعض الأوقات وخاصة مع الأصدقاء ممكن إنها تفقد بسببها علاقة أو صداقة تكون مدتها طويلة أهم إشي إنك ما تحاول تفرض رأيك على أحد برج الأسد يوم مناسب للي ببحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكوا إثبات جدارتكم للمسؤولين ما تتدمر من كثرة الأعباء الضغوط كبيرة لكنها فترة مهمة لا تسمح للعواطف بإنها تأثر على سلوكك وأداءك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالانزعاج حاول إنك تخفف من المصاريف وإنك ترتب بعض الأوضاع المالية بشكل جيد عندك الكثير من التنقلات والاتصالات اللي راح تكون مثمرة ولكن لا تهمل وضعك في البيت ولا تخلق المشاكل مع أحد أفراد المنزل وتعامل بهدوء قدر الإمكان حاول إنك لا تخالف القوانين اليوم بيحمل لك العديد من الاتصالات مع الخارج أو مع أشخاص خارج البلاد أو الناس اللي بتعيش فيها بمكان أبعد من المكان اللي أنت فيه بتكون هاي الاتصالات مثمرة واللي عنده امتحان بنجز بشكل جيد ومنكم من يفكر بسفر أو ببدء شيء له علاقة بأشخاص جدد لكن بحذرك من العصابية والنقاشات اللي ممكن تحتد ولكن ما راح تكون لصالحك برج العدراء يعني بصلكوا خبر من بعيد وبتنجحوا في السفر والاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبابكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير بتعود للإمساك بزمام الأمور عندك سفر محتمل عند البعض أو نشاط مع محكمة أو مؤسسة تعليمية ولكن بحذرك من مشاكل وخلافات داخلية في البيت أو مع من تحب فرغم كل شيء طباعك حادة وعصبيتك ممكن توقعك في كثير من المشاكل والحساسية لا تخالف القوانين مهما كنت بحاجة لمخالفة القوانين حاول أنك تلتزم بالقوانين لأجل أنه هاي الأمور ممكن تتسجل عليك وما راح ترحمك وضع الشمس وكثير من الكواكب بحذرك من بعض من يتآمروا عليك بالخفاء ومن عصبيتك ومحاولتك لفرض رأيك على من هم حولك ممكن تخسرهم وتخلق لك أعداء بالخفاء بدك تكون حذر برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكي أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية سارع في تهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن بعض مطالب أو عن خطوة تصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور إلى نصابها ممكن تنشغل بمعاملات وأوراق لا تجعل نفسيتك أو ضعف طاقتك أنه يسيطر عليك خصوصا هذا النهار اللي عنده امتحان وخاصة في النصف الأول من النهار يجب أن ينتبه أن لا يعتمد كثيرا على الحضوظ حاول أنك تضبط أعصابك أثناء التعامل مع من هم حولك من أهلك وأحبابك سيكون هناك الكثير من اللقاءات العاطفية ولكن ستكون روتينية لا إيجابية ولا سلبية رغم أنه عصبيتك وتوترك ممكن يزعج الطرف الآخر في بعض الأوقات واللي عنده امتحان جامع أو مقابل للسفر أو على سفر أو اتصالات خارجية راح تكون مثمرة جدا وحتى من يرغب في تقديم معامل للسفر أو دراسة فهي جيد جدا برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعك وتعزيز شراكتكم اتجنب الإنفعالات التي تخفي عداوة لا سيما مع الإدارات والمسؤولين بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك خاسر والخصم قوي وشرس حاول أن تقلل من مصاريفك حاول هذا النهار أنك تهتم قليلا في وضعك المالي اللي عنده امتحان أو تنقلات يجب أن ينتبه جيدا منكم من يفضل الجلوس في البيت أو الاهتمام في أبنائه أو أحد أفراد العائلة الصحة تحتاج إلى المراقبة ولا تهمنوا أعمالكم ولا تختلق المشاكل اللي عنده امتحان أو سفر الفرصة مناسبة وجيدة وحتى للتواصل مع من هم خارج البلاد حاول أن لا تفرض رأيك على أصدقائك ولا تتحكم بهم وحافظ على سمعتك من بعض الالتباسات وانتبه لصحتك إن دعت الحاجة برج القوس رغم تراكم العمل أنتم يادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدول غذائكم وخذوا قصد كافي من الراحة أهم شيء أنك ما تلتهي ومن المستحسن أنك تبدأ عملك باكر إذا أردت نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة تتلقى نتائج لجهودك السابقة وبتنطلق في مرحلة جديدة الأمور المالية بتشغل فكرك لا داعي للمصاريف الزائدة عندكم كثير من الاتصالات والتنقلات هذا النهار يجب أن تنتبهوا لعصبيتكم مع من تحبون لديكم فرصة جيدة على مستوى العمل ما تبحثوا في الأمور الماضية أو الأمور الشخصية لأن هذا الإشي ممكن يزعجكم وممكن تخسروا كثير من طاقتكم الفرصة جيدة للي برغب في السفر أو التقديم لسفر أو هجرة أو لبناء علاقات مع أحدهم خارج البلاد ولكن يجب أن الحذر من العصبية وردات الفعل الغير مدروسة عصبيتكم وتسرعكم ممكن يوقعكم في كثير من المشاكل ما تنسى أنه تنتبه لصحتك ولراحتك برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني لا تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت لأحباءك بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر لكن ما تسمح للشؤون الشخصية بالتأثير عليك بتحتاج لدعم نفسي أكثر من عاطفي أنت ما زلت بتعاني من بعض الضغطات النفسية لما حدث معك في السابق من ضغطات لمدة كانت طويلة ممكن يكون هذا النهار بيحمل لك بعض الانفراجات المالية ولكن يجب الانتباه إذا كان عندك امتحان وخاصة في المراحل الأساسية أو ما قبل الجامعة فما تتسرع ولا تتوتر ما عليك إلا أنك تتركز بشكل جيد قبل ما أنك تجاوب وإحذر أثناء التنقلات اليومية وما في داعي إلى العجل والتهور أما على الصعيد المنزلي فتمالك أعصابك وما تتهور بكلام أو بتصرف عصبي ومنكم من يهتم بصحة أحد المقربين إله منكم من يبدأ عمل جديد أو يقدم على عمل جديد الفرصة إلك ممتازة وجيدة ولا داعي لفتح الملفات القديمة أو المواضيع القديمة لكي لا تزيد من توترك عصبيتك منكم من يرغب في السفر أو يريد أن يقدم على سفر فأقول له هذه الفترة مناسبة جدا تمتلك طاقة جيدة للتحرك وإنجاز الكثير من الأعمال ولكن لا تحاول أن تستفز من هم بقربك أو المقربين منك من الأصدقاء والزملاء فأنت الخاسر برج الدلو بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية تنشغل بالمسائل العائلية لا تترك أحد أن يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور في هذه الفترة أنت مرهف الحس ومتوتر بسبب قلق ما سفر ارتباط وعكي صحية راقب مصاريفك ووضعك المالي لا تلتزم بما لا تستطيع تحقيقه واحذر إن كان عندك مقابلة أهمش إنك ما ترتجل الكلام بل أعد نفسك بشكل جيد بكل ما هو مطلوب منك أوراق مستندات شهادات صور وثائق احذر أثناء التنقلات من التهور من يرغب في السفر فالفترة ممتازة جدا لتقديم المعاملات وطلب التأشيرات واللي عنده امتحان أو مناقشة جامعية بتكون الأمور ممتازة إن شاء الله تعالى ومنكم من يبدأ بعلاقة مع أشخاص خارج البلاد قد تكون عاطفية أو تجارية علاقتكم الاجتماعية ممتازة وهذا شيء لصالحكم ولكن راقب وضعك الصحي ومن يتآمرون عليك خلف الكواليس برج الحوت بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون عندكم كثير من التعامل خصوصا مع الإخوة أو الجيران حافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة الخاطر وقوة الأفكار والأعدار تتمتع بطاقة وحماسة عالية جدا ولكن يجب أن أنبهك أن الشمس موجود في بيت متعبك وهذا الأمر بتجعلك ضعيف على المستوى الشخصي والنفسي لدرجة أنه ممكن تصرف كثير من النقود عشان تتفشش أو الهروب من الواقع تاعك أهمش أنك ما تدائن أحد الفلوس لأنه ممكن أنه ما يرجع لك يهم بالفترة القريبة حافظ على مقتنياتك من الصرقة أو الضياع ممكن تفكر في السفر أو الترحال الوقت مناسب رغم كل الضغوط ومن يعمل في مجال الدراسة أو مع شركة أجنبية لديه العديد من الفرص هذا اليوم ومنكم من يقع في الغرام هذه الفترة إما عن طريق الجامعة أو عن طريق السفر أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أهم شيء أنكم تنتبهوا لصحتكم بشكل جيد واذكروا أنه اللي بوعدك بشيء هذه الفترة ممكن أنه ما يوفي بوعده هيك انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء